طبعاً يعتمد على طبيعة الجلد لون الجلد يعني هناك مشاكل القسم من الجلد ما يتحمل الليزر أو راديو فريكوينسي في بعض الحالات نحن نسمي لهم تيست قبل الإجراء في أجسام بترفض كل هالإجراءات إن كان الفيلرز ولا البوتوكس ولا في أجسام بترفض هال أكو قسم من الحالات يعني يصير بها رفض حتى للشحوم يعني قسم أكو حالات حتى للشحوم اللي احنا نحقل نحصل بها مشاكل يعني ممكن يصير بها التئاب ممكن يصير الجسم بأمراض معينة التئاب مفاصل السكري مثلاً داع السكري ممكن يعني هواي أسباب يعني كثيرة ممكن حتى هو النسيج اللي هو الشحم اللي من نفس الشخص ممكن الجسم يصير بها مشاكل ممكن بسية يعني كل شي بحل يعني لازم يتابعه الطبيب يأخذ علاجات يستمر ويالطبيب حتى يعني يجنب المضاعفات المضاعفات الجانقية مبعد دكتور نحنا إذا في أي نصيحة بتوجهها لأي سيدة قبل اللجوء إلى الإجراءات التجميلية شو ممكن تنصحها بأي عمر لازم توجه حضرتك قلت إنه تعتمد على البشرة وتعتمد على إنت أنا لازم توجه يعني أحيانا في السيدات بروح مانون بحاجة إنت أنا لازم توجه لعند الطبيب وأعمل هالعماليات أو أبدأ بهالإجراءات هو أنا مثل ما قلت ليش يعني هو صيانة البشرة يعني من مرحة الطفولة لازم الشخص رجل أو غير يهتم بالبشرة الصيانة تبدئة من أي بشرة ممكن يعني مشرط إجراءات روبر أو ليزر إجراءات بسيطة ممكن ياخذ تقشير خفيف أو أحماض فواكه بالبيت ممكن يسويها يعني قبل شا يستخدمون الليمون والكريفروت تقشير بالبيت يعني قصدي التقشير تجلب مثل القلم الأضافر وتقصير يعني يعني هاي طبقة خارجية لازم تتخلصي يعني نوع من النوع اللي بتشتون التنظيف متعفين شون فهاي لازم يبدي بيها من الأعمار يعني يعني أثما بلشنا مبكرا بالاعتناء بالبشرة والجلس نحن نتفادى نتفادين من التجاعيد المبكرة مثلا عدم تعرف الشمس كثير شمس يعني تأذي البشرة مثلا واحد يأكل أنواع من الفواكه مثلا بها فيتاميز تطي نورشمنت فيتامين سي مثلا تطي نظارة البشرة الماء الماء يعرف الشيء إلى تأثير سحر البشرة للوجهة يعني كل ما تشنبين ماء كثير كل ما يطي نظارة للبشرة أكثر يعني هذا الشيء كلش مهم على كل كل اللي ذكرته دكتور حضرتك مهمة منتشكر وجودك معانا ومنتشكر كل المعلومات المفيدة اللي أفدت فيها جميع اللي عم يتابعونا متشكر دكتور كمال صالح أخصائي جراحة التجميل والتكميل والليزر أهلا وسهلا فيه في برنامج صباح الدوحة أهلا دكتور مستمرين معاكم في برنامج صباح الدوحة ولكن بعد وخصة قصيرة خليكم معانا